موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الثقافي الأردني سامر لمعاني تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدها نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد قصيدة حمدان من ديوان قلبي عليك حبيبتي الإهداء إلى حمدان الغافي على ضفاف الرافدين يأكل الثرى ويعانق الموت في كل حين حملت جرحهم دهراً وما حملوا فمن هو الذئب يا حمدان والحمل وقفت تستنطق الأعراب أجمعها فما أجابك إلا الريح والطلال أشلاء جسمك لحن في مناحتهم وأنت كاللحم في الأفواه تنتقل عضوا عليك فما أبقت نواجدهم شبراً به يحتم الموجوع والوجل حمدان ويحك من عشرين ناقلة للنفط والدم من شرياننا هطلوا كنا نقول هنا كانوا هنا نزلوا سرنا نقول لقد بانوا لقد رحلوا وليعربيون أنواع منوعة تبكي عليك وفي قتلك تحتفل قالوا نقاتل في صف العروبة مع حمدان حتى وإن مادت بنا السبل قالوا نقاتل مهما كان ليس دم يصير ماء ولا يستعذب الوشل قالوا وفي الليل سنوا حد خنجرهم وأغمدوه فسالت بالأسلم قالوا حمدان ما لك بالدنيا وسادتها والله لا وأبي آبائهم قبل هفت إليك ديار من بني عرب أرماحهم في هوا أجسادنا قبل مشوا إليك بأعناق مخضعة وكلهم في جحور الغرب قد دخلوا تبكي وحيدا وتقضي العمر منفردا وحين تقتل تدري كلهم قتل أطفالك الجوع والأمراض ناهشة كواكب يعتريها في الدج الطفل ما قام منها بقلب الليل منتفض من التجمد إلا وهو منجدل موت له الموت يرثي وهو يحضنه في اللحد معتذرا أن قدن الأجل يرق قلب إذا أوذيت من حجر وحين يبكي مياه العين تنهمل ويستكين لرب الكون منفطرا أما أخوك فقد أغرى به الشلال كم طفلة لك لم تعرف أبوتها وكم رضيع على أوضامه هزل كالطيف مادت وصاحت ثم وانطفأت وأسبلت روحها والليل منسدل وسجيت في الثرى المجنون من عطش فلم يبت بعد إلا كله بلل تموت أنت ذبالات ممزقة ونحن بعدك للشيطان نبتهل من ألف عام تغوص الأرض في فتن لم تنتقل عنك إلا وهي تشتعل ساروا إلى الله من أزمان فاطمة إلى يزيد وحتى اليوم ما وصلوا يستنهضون بك الآمال مشرعة ويتركونك لا أهل ولا أمل ليست سواري بني أعمامنا مثلا حتى وإن بان أنا في الهوى مثل مليون طائفة في كل ناحية وكل فرد بما يهواه منشغل هذه القلوب على أعجازها انكفأت وأنكرت كل أصل فيك يتصل قد ساومتك على رأس الحسين الترى من يشتريه وهل عن سحقه بدل قلوبهم لك لكن ألف كاذبة وسيفهم في دم من شلونا يغل من ألف عام تقول العرب يا وطني وأصدق الصدق في أقوالها الدجل فإن خذلت فلا تعجب فإن خذلت فلا تعجب فمن عجب أن تلتقي بعروبيين ما خذلوا الأجدرين نفاقا في تعاملهم والأسبقين إلى ما كذب الرسل حمدان يا أيها الغافي على حلم من العروبة إن الركب مرتحل قد أوقعوك بفخ ما فطنت له فانفذ بريشك فانفذ بريشك إنا كلنا هملوا بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله مساءكم القاصة الأردنية رواند كفارنع اليوم سأتحدث عن كتابي ذاكرة متكسرة وهو مجموعة قصصية يحتوي مجموعة قصص في بدايتها ذاكرة متكسرة أو هي الإسم الذي أعطيته للعنوان ويتتحدث عن الفرق بين ما نذكره وبين ما هو واقع والحيرة التي يقع فيها البطل بين ما يتذكره وما صنع حقده وبين ما هو على أرض الواقع تحدثت فيها عن الرجل العادي وكيف يكون وما هي عذاباته تحدثت فيها عن مجموعة شخصيات تؤثر ذاكرتهم في صنع الحدث اليوم هناك الرجل الذي أصبح كافرا بالفقر لأن ذاكرته تعطيه أو توحي له بأنه يجب أن يكون هناك حل غير الانتظار الأمل تحدثت عن الشخص الذي يقرر في لحظة ما التغلب على خوفه من أن يسرق أحد حياته تحدثت عن المخاوف والصمت فيه عن المسكوت عنه من خوف وقضايا تحدثت عن المرأة التي لا تستطيع التعبير كيف هشمتها ذكرياتها مجموعة قصصية تقول للجميع بأن هناك أمل وأن الذكريات ليست هي كل الحقائق التي في حياتنا بل نستطيع اليوم أن ننظر إلى الذكريات كأنها مسرحية أقفلت عليها الستار ونستطيع أن نبدأ من جديد هناك مجموعة من الأفكار التي أحببت أن أشارككم بها ذاكرت العطر تحدثت عن الذكريات التي تصنع أو تشاغل حواسنا فمن يحمل عطرا معينا يستطيع أن يحمل أيضا ذاكرته كيف التخلص من ذاكرة العطر تحدثت عن الفقير الذي كفر بفقره تحدثت عن اللص الذي يجد من يوقفه وهو بالأساس هو من صنعه وأرجو لكم قراءة ممتعة وأن تجدوا فيها ما وجدت شكرا لكم الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج مبدعة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا بكم سوف أتحدث عن مسألة في منتهى الغموض أو في منتهى الضبابية ألا وهي في ظل العالمة وفي ظل التكنولوجيا وفي ظل الصراع القائم حالياً ما بين المسيطر والمسيطر عليه ما بين الحاكم والمحكوم أنا أتكلم عن طبعاً الدول العظمى الغرب أو الشرق أو الآخره وأتكلم عن بقية الدول التي يمكن تصنيفها إنها في المقام الثاني أنا لا أحب هذه التصنيفات يعني ما بدأ أقول أول وثاني ولكن لنقول القوى الفاعلة والقوى الساكنة هيك أزبط خلنا نقول هل سوف يبقى الخط العربي وهل سوف تبقى اللغة اللي هي الحاضنة الأكبر يعني إذا كان الخط كما قلنا هو الصورة المرئية للخط فاللغة هي المظلة الشاملة أو المظلة الكبرى أنا أعتقد في أظن من سنتين الأمم المتحدة عينت 17 أو 18 12 كان اليوم العالمي للخط العربي وتبعاً هذا شيء جيد وشيء إيجابي وأنا بذكر تكلمت عنه في كثير من المحافل ولكن هذا يقودني أو يجعلني أنا شخصياً أو أرى أنه الحمل والعبء زادة على الفنانين والخططين ومن هم خنقول المتعاملين مع هذا الأفق العالمة عبارة عن بلدوزر أو عبارة عن نهر جارف يجرف أمامه كل من يقف فيه طريق طيب ما الحل؟ الحل هي الجهود المضنية المفروضة علينا كفنانين من أجل أن يبقى الخط العربي وأن تبقى اللغة العربية على الأقل إن لم تزد أهمية تبقى كما هي عليه الآن معيني أنا أراها الآن في مقاباف وهذا الحكي كمان مرة أقول أن أهل اللغة وأهل الفن هم المسؤولين عن هذا التراجع وليس الغرب الغرب عنده كثير من المشاغل وكثير من البرامج التي هو مشغول بها ولكن تقصير أهل الفن هو المشكلة فإذا إجابة للسؤال سوف يبقى الخط العربي وسوف تبقى اللغة ما دام هنالك مخلصين من أهل اللغة ومن أهل الخط قادرين على إعطاء الجديد وقادرين على التفاعل لأنه كل ما في الكون وكما قال هيكل الفيلسوف الألمان المعروف الثابت الوحيد في الكون هو المتحرك فكيف نحرك الثابت نعم عن طريق أن نجعل من هذا الفن مرآل الواقع لا أستطيع أنا أن أعيش في جلباب أبي كما يقول إحسن عبدالقدوس أنا أن بحجة التراث والموروث وعلى آخر أنا لست ضد هذا الكلام ولكن هي كانت مرحلة وعلينا أن نقمل المسار الوقوف معناها تراجع وهذا ما لا أريده أنا شخصيا أنا أتكلم عن تجربة شخصية وأتكلم عن أربعين سنة من الخبرة في مجال الهندسة وفي مجال الخط وفي مجال الرسم حاليا يعني بدأت أو عرفت كخطاطا وصلي فترة أعمل في الفن التشكيلي وباللون وأحاول كما قلت في حديث السابق أن أنقل الخط العربي من الإطار المحلي إلى الإطار العالمي وهذا ما تقد السؤال أو إجابة للطرح هل للغة وهل للخط مستقبل أقول هذا يعتمد على أهل اللغة وأهل الخط أهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الثقافي الأردني سامر لمعاني فاسمعوا لي أنا ورحبا أهلا وسهلا بك سامر أهلا بك ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أستاذ محمد الشاعر العربي أستاذ محمد أنصيف شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا للإخوة المشاهدين ولقناة الرافدين يحيى كالله فرصة طيبة سامر نلتقي بك في برنامج فضاءات وبدأ أن نبدأ الحديث عن المنتدى الجياد الذي أنت ترأسه منتدى الجياد للثقافة والتنمية هذا المنتدى طبعا من خلال متابعة المشهد الثقافي الأردني خاض مسيرة مشرقة مميزة برصيد كبير من النشاطات الثقافية بدي أن نصلت الضوء على مسيرة هذا المنتدى ومؤكد أن هناك طموح أو أهداف أو غايات كبيرة دائما لمؤسسي أي مشروع فهذا المشروع مشروع منتدى الجياد بدي أن تصلت الضوء على المسيرة النشاطات و هل بلغتم الطموح من خلال هذه النشاطات الثقافية أستاذ محمد منتدى الجياد للثقاف والتنمية تأسس في مدينة إربد عام 2015 نحكي الآن عن تسع سنوات هي فكرة مجموعة من الشباب الطامحين والمتعاطشين لمشاء ثقافي راقي وهادئ بالحقيقة من خلال متابعتنا للأنشطة الثقافية كنا نلاحظ بعض السلبيات وبعض الحاجات التي يستشعرها الكاتب والمثقف الأردني فكانت معظم المنابر محصورة سواء بأماكن أو بأشخاص أو بأجناس أدبية معينة وانطلقت فكرة منتدى الجياد كانت البداية مدينة إربد ثم انطلقت إلى جميع مدن المملكة والآن نتحدث إن شاء الله عن منتدى منتدى عربي ومنتدى الجياد له أنشطة وشركات مع كثير من المنتديات والصالونات العربية وكثير استقبلنا أيضا كتاب وشعراء عرب في منتدى الجياد لذلك انطلقنا الآن من المحلية إلى العربي نتحدث عن ألف عمل ميداني وإلكتروني نتحدث عن موسعات ورقية نتحدث عن برامج ثابت في منتدى الجياد برامج دورية سواء بالمسابقات أو بالأنشطة الميدانية أو حتى الإلكترونية يعني عندنا أنشطة إلكترونية من حيث المسابقات بالإضافة إلى أنشطة اللقاءات العربية في فترات كثيرة منها شهر رمضان المبارك وفترة كارونا كان منتدى الجياد على قدم وساق في أنشطة يومية ومتنوعة في جميع المجالات وجميع الأجناس الأذبية أيضا نتحدث عن منتدى غير مختصر لا في جغرافيا ولا في جنس أذبي محدد يعني الجياد نتحدث عن كم الكبير من هذه الأنشطة نتحدث أيضا عن المواقع التي استخدمها منتدى الجياد من الرمثة إلى العقبة نحن نتحدث عن أكثر من مئة مكان ثقافي سواء مؤسسة حكومية أو خاصة أقام بها منتدى الجياد عنشطه وفعالياته حضرتك تقول أنه يعني النشأة كانت والتأسيس في مدينة إربد مدينة إربد شمال الأردن وتقول أنه انتقلنا إلى محافظات أخرى ومدن أخرى يعني حد ألمي أنه مقر الجياد ما يزال هو في إربد يعني في شمال الأردن يعني هل هناك مقرات للمنتدى في المحافظة الأخرى لا سيما العاصمة غالبا ما العواصم يعني تحمل نوع من الإبهار إلى المؤسسات والممتعات وأي مشروع آخر دائما نلجأ إلى العاصمة يكون التأسيس في العاصمة أو في قل تقدير أنه مراحل متقدمة يكون هناك يعني موطع قدم في العاصمة حدود علمي أنه ما يزال منتدى الجياد كمقر رئيسي في إربد نعم الآن السيد محمد هو المقر الرئيسي في مدينة إربد ولكن منتدى الجياد أنشطه متواسع وحتى في عمان يعني أكاد أجزم بأنه أنشطة منتدى الجياد في عمان هي أكثر من أي مدينة أخرى حتى في إربد نعم حتى من إربد بالنسبة لموضوع المقرات وموضوع المكاتب هي بحاجة إلى تكلفة مالية عالية وهذا يعني بالشأن الثقافي صعب شوي علينا نحن مكتفيين في مكتبنا في إربد ولكن هذا لا يمنع بأنه يكون أنشطة منتدى الجياد في كل الأماكن بالنسبة للعاصمة عمان طبعا هي طموح كل هيئة ثقافية وكل شخص بأنه يتواجد بالعاصمة وخاصة عمان يعني تشهد حركة ثقافية متميزة إذن انتقصت عندما قلت أنه توسع العمل إلى المحافظة الأخرى المدن الأخرى هو أنه مارسة نشاط ليس أنه تأسيس مقرات نعم أيضا أستاذ محمد هي شركات يعني منتدى الجياد يقوم بشركات عديدة ومتعددة مع مؤسسات ثقافية وصالونات ثقافية سواء في العاصمة عمان أو في المدن الأخرى يعني بالزرقاء أيضا وبالمفرق وبالعقبة ولكن في عمان خلينا نحكي هو هناك أنشطة ثابتة دورية كل شهر السبت الأخير من كل شهر في مكان معين في منتصف الشهر أيضا في مكان معين وهناك عقد ما بيننا وما بين المؤسسات المؤسسات الثقافية الموجودة في عمان بأنه يقام فعاليات مستقلة لمنتدى الجياد من ألف إلى ياءها بكل تفاصيلها هو نشاط للجياد نعم جميل حضرتك مشترف على خمسة أجزاء لموسوعة فضاءات الجياد نعم أنه أصدر منتدى الجياد موسوعات الآن وصل إلى الخامسة نعم أنجزنا الخامسة الخامسة ودي أنا أيضا نطلع على هذا هذا الجزء من النشاط والفعالية التي يقوم بها منتدى الجياد نعم الآن السيد محمد الحديث عن الأنشطة هناك سلم أفقي يقوم في الجياد على جميع الأصعدة الإلكترونية والميدانية أيضا هناك العامل الورقي نعم يصدر الجياد منذ عام ألف ألفين وتسعة عشر نعم اللي هو موسوعة الجياد أو فضاءات الجياد يعني ويشرفنا أن يكون يعني قريب من اسم تشعبه نعم فضاءات الجياد أو موسوعة الجياد في جنس أدبي معين من ألفين وتسعة وبمشاركة عربية واسعة يعني من خلال المسابقات التي أقامها منتدى الجياد أصبح هناك ثقة نعم بالكاتب العربي سواء الشباب أو أصحاب الخبرة بمنتدى الجياد من خلال النتائج ومن خلال المضامين أيضا التي يطرحها منتدى الجياد فبدأنا بعام ألفين وتسعة عشر بالومضة والشدرة وكانت يعني فعلا مشاركة مئة وواحد وستين كاتب وكاتب من مختلف الدول العربية وحتى العرب في الاغتراب بالألفين وعشرين كانت في القصة القصيرة بالعشرين وواحد وعشرين كانت بالبورتري بالاثنين وعشرين كان هناك خلينا نحكي الموسعة مختلفة عن ما سابقها أنه ضمينا في الكتاب الأعمال الفائزة بمسابقة الجياد الدولية نعم الآن بالعشرين اثنين وعشرين كانت المسابقة ثلاثة وعشرين كانت عربية الهواء أيضا في القصة القصيرة جدا الجميل في هذه الموسعات الورقية هو التشاركية العربية والتقاء المثقفين للعرب تحت مضلة كتاب واحد يعني هذا ما يجعل الجياد منتدى فعلا يعني له بصمة واضحة في المشهد الثقافي العربية يعني كل موسعة تختص بجنس أدبي معين إبداعي معين نعم الأسماء التي تنتقى يجب أن يكون في هذا التخصص نعم أم أعمال تختاروا أعمال أم تختاروا أسماء لا أو أعمال وأسماء نعم أستاذ محمد يعني الموسعات الورقية تحتاج إلى عمل تقريبا أربع شهور نعم نبدأ فيها تقريبا من شهر ثمانية أو تسعة لغاية نهاية العام هل يكون في عندنا مد زمني لإستقبال الأعمال وتكون هناك لجنة مختصة نعم ومن ثم فرز الأعمال وبعدها تحكيمها وتدقيقها يعني مثلا خلينا نحكي عن القصة القصيرة جدا وردنا كثير من الأعمال بالقصة القصيرة وهذه أستثنيات وبعدنا أصحابها بأن يكون إن شاء الله لها منتج خاص فيها نعم هناك لجنة تحكيم تفرز هذه الأعمال ومن ثم يتم التعاقد مع دار النشر لطباعة هذا الكتاب طبعا يتم توزيعه بي دي أف لمن يرغب بذلك نعم أو مشاركته في المعارض الدولية للإخوة العرب وبالإضافة إلى دار النشر التي تتولى أيضا إرساله لمن يرغب نعم الاختيار كيف يتم الانتقاء الأشخاص يعني هو الإعلان بشكل عام رح يكون لا يوجد إقصاء لأي اسم يعني أنتم تعملون إعلان نعم هم الأدباء الكتاب يتقدمون برغبة المشاركة نعم يتم الإعلان عن بدء استقبال الأعمال للموسوعة أيضا يقوم فريق كبير بنشر هذا الإعلان سواء من خلال التطبيقات الموجودة على الفيسبوك أو من خلال واتس أب ويعني نكون سعيين جدا بأنه تصل لأكبر شريحة ممكنة من الكتاب العرب يتم استقبال الأعمال من خلال إما البعث عن طريق الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال التعليق على الإعلانات ومن ثم يكون تجميل الأعمال لا يوجد أي إقصاء لأي كاتب نستقبل الأعمال سواء من الكتاب الشباب أو الكتاب أصحاب الخبرة والحمد لله يعني جميع الموسوعات كانت تحظى بنوضوج كبير ويعني بفرز عالي المستوى طيب كيف تتأكدون أن هذه الأعمال التي قدمت من شخص أنتم لا تعرفونها سابقا أن تقدم من خلال الإعلان كيف تعرفون أن هذه الأعمال ليست مسروقة الأعمال لهذا الشخص الذي تقدم برغبة الانتماء إلى الموسوع نعم وأستاذ محمد بشكل عام الجياد مقسم إلى اللجان وبالذات الموسوعة الجياد أنا حكيت لك عن الفترة الزمنية أيضا على الجهد الكبير الذي يبدله فريق الجياد بهذا الموضوع بأنه هناك فريق كامل سواء بفرز الأعمال بتدقيقها بتشكيلها أيضا بالبحث حول صحة الكاتب يعني لم أمرتم بتجربة أنه اكتشفتم فيما بعد أنه هذا الشخص أنه سرق هذا لا أولا لغاية الآن المام مرقنا بهذه التجربة وأتوقع أنه يعني إن شاء الله بأنه جميع الأعمال الموجودة في هذه الموسوعات هي موسوعات تم البحث عنها وفاستها نعم جميل يعني أنتم أصدرتم سلسلة من قصص الأطفال تحت عنوان نور الشمس نعم بدي أن نطلع من يقوم بكتابة هذه القصص هل جميع أعضاء المنتدى يقومون بكتابة القصص تطلب منه أن يكتب قصة للأطفال وعادة المنتديات الأدبية تهتم بأدب الأدب الكبار يعني أنتم خرجتم عن هذه العادة التي سار عليها المنتديات الأدبية الكبيرة طيب ما الغاية من إنشغال بأدب الأدب الطفل نعم بالأستاذ محمد يعني الأدب الطفل هذا الأدب الصعب جدا وهذا الأدب الذي يحتاج إلى دراسة والوقوف عنده بشكل كبير جدا وهو أيضا يمكن أكثر من باقي الأجناس الأدبية وأكثر من فئات العمري الأخرى نعم لما هذه التجربة من صعوبة ومن دقة نعم المنتدى الجياد ليس غريب عليه هذه الأنشطة لأنه اشتغلنا عدة مهرجانات ميدانية في عالم الإبداع الطفولي أو الشبابي يعني هناك أربع مهرجانات تحت مسمى أشبال الجياد نعم منها مكانة ورقية ومن خلال مسابقات شاعر الجياد الشاب أو أجمل قصة بالإضافة إلى مهرجانات إبداعية سواء كانت بالعزف أو بالغناء أو بالإلقاء تمت في العاصمة عمان وفي مدينة إربد لذلك منتدى الجياد حريص دائما على أنه مثل ما حكينا الشكل الأفقي يكون ليس فقط في الأجناس الأدبية أيضا في الفئات العمرية وبالذات فئة الشباب اللي فعلا بتواجه صعوبة حتى يكون لها منبر ويكون لها منفذ أو مؤسسة تحت ظنها تحدثت حضرتك عن شاعر الجياد الشاب نعم يعني هذا يختار من الفئة من الأطفال ويقوم بعرض موهبته أو كيف يكون هذا؟ غالبا الأطفال في مجال الشعر يكون المسابق لهم في مجال الإلقاء نعم فئة الشباب كانت فئة ما دون الخمس وثلاثين عام نعم وكانت هناك أيضا مشاركة من خلال دورتين تتقدم الأعمال ثم نختار أفضل عشر كتاب لقصيدة شعرية ونعرضهم أمام لجنة في حفل عام نعم وتكون اللجنة مكونة من ثلاثة كتاب منهم ناقد ومنهم شاعرين يحكموا القصائد من خلال الإلقاء ومن خلال الشاعر نفسه في نهاية الحفل دائما تجمع الأعمال ويفرز الشاعر الفائز في هذه المسابقة نعم هل هناك يعني نستطيع مثلا أن نقف على أحصائية أنه شباب تدربوا من خلال نشاطات وفعاليات الجياد والآن هم في الساحة لهم بصمة لا سيما في يعني كل أجناس الأدب سواء كان القصة أو الرواية أو الشعر نعم أستاذ محمد نحن نتحدث عن ألف نشاط يعني ما وقف على منبر الجياد في جميع الفئات العمرية يفوق الخمس ثلاث شخص تطرقنا إلى جميع الميادين منها الجامعات ومنها المدارس بالإضافة إلى المؤسسات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وكان إنه تعاون كثير في هذه المؤسسات الفئات العمرية فئات متعطشة للانتشار ومتعطشة أيضا لتواجدها في المشهد الثقافي أتذكر بأنه قمنا معرض فني لطلاب جامعة وهي جامعة اليارموك عام 2018 في منطقة السراية منطقة أثرية في مدينة إربد شارك في هذا المعرض الفني ساذ محمد 111 فنان في مدينة واحدة وفي مكان واحد يعني كانت الحالة الثقافية أو الحالة الإبداعية الموجودة تحكي أنت عن سابقة في المشهد الثقافي من حيث الحضور ومن حيث نضروج الأعمال ومن حيث عدد الفنانين الموجودين بهذه الجامعة وهذه المدينة يعني أنا شبهت بمباراة كرة قدم الجماهير فاقت المتابعين لهذه المعرض الفني فاق الألف شخص وهذا غريب في المشهد الثقافي أو قليل ما نرى في المشهد الثقافي المشاركون كلهم من الطلاب في الجامعة نعم أم شخصية لا 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 جميع الفنانين المشاركين هم من طلاب جامعة اليارموك نعم فقط أو من مدينة إربد نعم طيب هذا النشاط ممكن تقوم به تقوم بالجامعة لماذا يقوم الجياد بإحتضان مواهب أو فعاليات للجامعة لماذا لا تقوم هي الجامعة بإحتضان أو الإدارة والإشراف على هذا المشهد نعم يعني هي بالأخير والسادة محمد هي مسؤولية الجميع نعم سواء الانتعاش أو انتشار الحالي الثقافية نعم بسؤولية الجميع وبالتأكيد الجامعة لها برنامجها وعندها أماكنها وعندها أيضا خططها المدروسة لدعمها أولئك الفنانين المعرض أقيم في الجامعة؟ لا أقيم في منطقة السراية نعم وهي منطقة أثرية موجودة بالقرب من بلدية إربد نعم منطقة مفتوحة لكن داخل مدينة آه داخل مدينة إربد ومكان جدا جميل وأثري هو من المكان أيضا كان محفز هذا المكان قريب على بيت عرار؟ نعم هو في إربد القديم نعم أو منطقة البارحة في إربد نعم التي يوجد فيها أيضا بيت عرار الثقافي جميل سنكمل بعد الفاصل معذرة أنساء سامر معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقاوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناشط الثقافي الأردني سامر لمعاني أنا أعود لك سامر كنا نتحدث عن المواهب الياسية ما يتبناه المنتدى من أدب الطفل وتحدثنا عن نور الشمس بدي أن نطلع أكثر عن تفاصيل المادة التي تقدم من خلال المجامع القصصية ما الذي تركزون عليه في أدب الطفل خاصة في موضوع القصص؟ نعم يعني أدب الطفل بالذات هو يجب أن يكون له رسالة ورؤية واضحة يختلف عن باقي الأجناس الأدبية ويختلف عن أدب الكبار بأن الرسالة لازم تكون واضحة والرسالة هادفة والرسالة تنبني على المنطق والعقل أنا من خلال تجربتي من كتابة وغدا تشرق شمس جديدة عرضت هذا العمل على جميع أو خلينا نحكي على كثير من الأصدقاء الذين يكتبون في أدب الطفل وخاصة من يكتبون في منتدى الجيار للثقافة والتنمية وتعلمت الكثير رغم قراءتي ومطالعتي ومتابعتي لأدب الطفل بأن أدب الطفل فعلا هو أدب حساس جدا أدب يجب أن تكون هناك رسالة فيه واضحة وغير مجازية ومباشرة أيضا من حيث البداية حتى النهاية ويكون من خلالها دروس يستفاد منها حتى لو كانت فيها متعة وكان فيها تسلية للطفل يجب أن يكون هناك رسالة واضحة يعني القصة تتحدث عن دور المعلمة في المجتمع أيضا تتحدث عن الحالة الاجتماعية التي يمر فيها الطفل منه الغني ومنه الفقير الحالة المادية وكيف تؤثر هذه الأمور على سلوكيات الطفل أيضا أستاذ محمد هو فيه نقطة يعني أشرت لها من خلال القصة عامل الفوبيا الفوبيا الذي تتهاون كثير كثير الناس فيه هو يعني هو مرض ويجب التعايش معه ويجب التعامل معه بذكاء وفطنة فكان هذا الطفل اللي هو أسميته باسم خالد كان يخاف من الأماكن المغلقة خالد بطل أحد القصص جميع القصص السلسلة نعم هو البطل في جميع القصص يعني أنت الآن الحقيقة أفهم أن هناك أكثر من سلسلة القصص نعم سلسلة نور الشمس هي سلسلة نور الشمس تبدأ بهذه القصة وغدا تشرق الشمس غدا تشرق الشمس هو عنوان فرعي بسلسلة نور الشمس يعني غدا تشرق ضمن نور الشمس نعم نعم من الذين قاموا بكتابة هذه السلسلة؟ الكتابة أنا قمت بكتابة هذه القصة لكن أنت تعرف أن أدب الطفل هو بحاجة إلى فريق متكامل بحاجة إلى فنان رسام بحاجة إلى صوت بحاجة إلى مونتاج ومكساج وبحاجة إلى ترجنة يعني هناك لوحات ضمن القصص؟ نعم هو أصلا القصص موجودة ضمن لوحات منها ما كتبت ضمن لوحات ومنها ما كتبت ككتاب عادي الفريق تقريبا من سبعة أشخاص والسبعة من ضمن فريق منتدى الجياد إن شاء الله هي فكرة أو ولادة فكرة لمشاريع قادمة ولكتاب قادمين يعني لن يكون القاص في المرة القادمة هو فقط نفس القاص أو المونتاج أو الرسام جميل المؤسسات التربوية المؤسسات التعليمية في الأردن هل اعتمدت هذه القصص في منهاجها التربوي الدراسي؟ يعني لم نقدم إلى ذلك ولكن يعني إحنا في منتدى الجياد نسعى دائما بأنه نكون في كل مكان يعني سنتطرق إلى المدارس أيضا ولتجمعات الأطفال وتكون هذه القصة حاضرة وشارك أيضا كثير من أعضاء المنتدى في هذا السياق جميل أنتم شاركتم في قراءات قصصية في مدارس وجامعات أردنية أريد أن أيضا نطلع على كيف كانت آلية المشاركة نعم هي الجامعات سواء في إربد أو في عمان كان هناك يعني اتصال مباشر وغير مباشر من خلال أنهم عرضوا علينا أو إحنا ذهبنا لتقديم أنشطتنا عندهم نعم صحيح هناك في تعاون جميل بالجامعات نعم يعني نحن نقوم غالبا في كل عام بنشاط واحد ولكن هذا النشاط يكون عام منه الفنون التشكيلية وأيضا الكتاب السردي والكتاب الشهرية أقمنا في إربد الأهلية وفي جامعة جدارة وفي كلية بنات إربد والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية نعم جميل هناك أيضا قصص قصيرة ضمن نشاطات المنتدى يعني ترجمت إلى عدة لغات التي تحمل عنوان نوافذ صغيرة نعم المجموعة هي اسمها نوافذ صغيرة أم نوافذ صغيرة ضمن هذه السلسلة نعم أستاذ محمد يعني نوافذ صغيرة هو كتاب لي تحت عنوان أصداء السكون نعم وتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أصداء السكون السكون هي سلسلة هو كتاب شخصي إلي في مجال لا لا حتى نعرف أنه أصداء السكون عدة كتب أم هو كتاب واحد لا كتاب واحد في باب اسمه نوافذ صغيرة نعم هذه النوافذ الصغيرة ترجمت من خلال هذه النوافذ أدت قصص فيها؟ نعم هي تحتوي على عشرين قصة قصيرة جدا ترجمت هذه القصص إلى عدة لغات من خلال مجلات وصحف عربية طيب قمنا قدت عن الترجمة ما دامت الجميع هي عبارة عن قصص قصيرة لماذا حولتها إلى أبواب؟ أصداء السكون هي كلها قصص قصيرة نعم طيب لماذا صارت أبواب؟ هل لها علاقة بالموضوع الذي تتعرض له؟ نعم يعني هو تقسيم الكتاب جاء بناء على الموضوع المستخدم الباب الاجتماعي كان فيه باب والتأملي والوجداني والعاطفي أيضا كان فيه باب نعم إذن بهذا الصيحة نعم طيب ترجمت كما يعني علمت أنه إلى عدة لغات نعم الترجمة إلى عدة لغات يعني ما الغاية أو الهدف إلها؟ هل أنه تسعون إلى تحقيق العالمية في نشاطات المتدار؟ يعني إن شاء الله هو حلم الجميع وبالانطلاق فيه العربية إلى العالمية سواء من خلالنا أو من خلال أي مؤسسة وأي فرد عربي نعم ونحن يعني بالأخير حلقة متكاملة بالـ 2020 استحدثنا في الجياد لجنة عندنا لجنة السرد ولجنة الشعر ولجنة الفنون ولجنة الإعلام بالإضافة إلى الهيئة الإدارية الآن استحدثنا لجنة وهي لجنة الترجمة وهي أيضا هذه اللجنة تساعد بانتشار الكاتب الأردني أو الكاتب العربي من خلال سواء العالم الأزرق أو من خلال الكتب الورقية عالم الأزرق وسط الفيسبوك الفيسبوك نعم أو من خلال الكتب الورقية يعني رئيس لجنة الترجمة في منتدى الجهاد والأعضاء الموجودين هم على سوية عالية وعلى مقدرة عالية بالترجمة من وإلى العربية أعضاء اللجنة جميعهم من منتدى الجياد نعم وحاصلين على شهادات عليا أيضا في هذا المجال مجال الترجمة بالحقيقة يعني بالبداية كان من خلال الروابط الإلكترونية اختيار نصوص معينة أو قصائد معينة وترجمتها ترجمة أدبية وعرضها على الفيسبوك وهناك كان أشبه ما يكون باختبار أو استقطاب آراء لهذا النوع أو لهذا العمل الجديد في منتدى الجياد للثقافة والتنمية وفعلا وجد أصداء ووجد الآن نجد كثير من المنتديات الثقافية والأنشطة الثقافية تتحدث عن الترجمة وعن أساسيات الترجمة تكتب الومضة الأدبية ومحكم أيضا للعديد من المسابقات التي تعنى بهذا الجنس الأدبي ودي أن نقف على حقيقة هذا الجنس الأدبي هل هو خاطرة هل هو قصة يعني كيف اكتسب هذا التجنيس نعم كتبت الومضة والشذرة الومضة غالبا ما تعرف بأنها تقسم إلى قسمين الومضة الشعرية والومضة القصصية الومضة القصصية التي هي القصة القصيرة جدا والومضة الشعرية هي التي تكون إما من بيت أو بيتين وتأخذ أفقا مفتوحة وعنوانا عاما غالبا هذا الجنس الأدبي هو جنس موجود موجود من خلال إما الأجناس الأدبية الأخرى أو كتب فيه ولكن لم يخصص جاء العالم الأزرق وأظهر هذه الأجناس الأدبية ونجد الآن أيضا الشعراء والروائيين يكتبون في هذه الأجناس الأدبية يقال بأنه يعني أحد أشهر كتاب أمريكا عندما بدأت فكرة الومضة القصصية حين قال حذاء للبيع لم يلبس بعد وكان يقصد الطفل الذي توفى واشترى له أبوه حذاء ولكن لم يلبسه وكانت يعني هذه انطلاقة لكثير من الكتاب أنهم يكتبوا في هذا الجنس الأدبية هذه الومضة القصصية أشعلت خلينا نحكي فتيلها طيب بإمكاننا أن نقول قصة أن هذه قصة لماذا نطلق عليه ومضة ومضة لأنها أيضا هي مجموعة من كلمات لا تتعدى السطر النص تقريبا تبدأ بطرح وتنتهي بذهشة غير متوقعة يعني ممكن نقول هي هذه أقصر من القصة القصيرة بكثير نعم القصة الومضة هي لا تتعدى السطر سطر النص بمجموعة الكلمات إذا تجاوزت هذا الحد طبعا هي أصبحت قصة قصيرة نعم هي مجموعة كلمات ما يميزها بأنها جزالة اللغة لديها أفق مفتوحة وخيال واسع تنتهي بذهشة غير متوقعة سواء بالمفارقة أو المقارنة جميل حضرتك معدو مقدم برنامج الصوت من الأعلى حقيقة أثار اهتمامي عنوان البرنامج لماذا من الأعلى الصوت ممكن يأتي من كل جانب نعم لماذا من الأعلى الصوت من الأعلى هو يعني العنوان جاء بناء على الطرح العالي وبرنامج إذاعي نعم برنامج إذاعي وذاع من خلال اليوتيوب ومن خلال العالم الأزرق بداية كانت من خلال تعاوني مع قناة إلكتروني أيضا اسمها قناة حلم نعم الآن نحن نتحدث عن 147 حلقة من هذا البرنامج الموسم الرابع على التوالي الحلقات أسبوعية ألا؟ أسبوعية نعم يبث يوم الجمعة نعم من خلال المواقع الإلكترونية واليوتيوب وهو غير مختصر أيضا على جنس أدبي أيضا موجود في الفنانين والمخرجين كل صاحب حالي إبداعية هو موجود في هذا البرنامج وأيضا هو واسع لجميع الكتاب والمبدعين العرب سواء في الدول العربية أو في الاقترام الصوت من الأعلى حقيقة لماذا اخترتم هذا العنوان؟ يعني الصوت من الأعلى حتى يكون مؤثر الصوت من الأعلى حتى يكون الكاتب العربي الكاتب العربي يستحق أن يكون من صفة المجتمعات نعم يعني إذا بتحب أني أتحدث عن البرنامج مقدمة الإشارة هي الأستاذ اللقاء العساوي من العراق العظيم نعم أنا أعده وأقدمه الأستاذ المبدع دائما إبراهيم ملكاوي هو من يقوم بمنتاجه وأخراجه جميل بالتوفيق إن شاء الله حضرتك حصل على جائزة الأفكار الخلاقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية عام 2018 حقيقة وقفت عند هذه التسمية والوصف الأفكار الخلاقة يعني أريد أن أعرف ما معيار الأفكار التي ترتق لي تكون خلاقة وتنال جائزة نعم بالعام 2018 قدم إلى المدارس كتاب بأنه تنوي وزارة التربية والتعليم تكريم المبدعين الموجودين في وزارة التربية والتعليم والذين يقومون بأنشطة تخدم المجتمع نعم بالحقيقة يعني ما ترددت مباشرة فهمت المراد من هذا الموضوع وقدمت كتبي ومن ثم الشهادات التي تبين الإنجازات التي قمت بها أو من خلال مشاركاتي بالمهرجانات منها كان مهرجان جرش وعدة مهرجانات ثقافية وأيضا قدمت مجموعة قصص كنت كاتبها في مجال التربية والتعليم يعني لها علاقة بطالب المدرسة أو المعلم أو الأستاذ وقدمتها والحمد لله يعني هو كان تقريبا اختيار ثلاثة أو أربعة من كل مديرية تربية في لواء أو في مدينة إذن هي مخصصة فقط لمنتسبي الوزارة نعم ومخصصة أيضا بمجال الإبداع بشكل عام يعني أن تبين الأنشطة والأعمال الإبداعية التي تقوم بها في خارج وزارة التربية والتعليم وهذه الصحيح كانت بادرة من دولة عمر الرزاز يعني غالبا أنشطة الوزارات ما تكون مخصصة ضمن مضمون هذه الوزارات ولكن كان في هذا المجال أن الأنشطة ما بعد التربية والتعليم كم كان عدد المتقدمين لهذه الجائزة؟ والله لا أعرف يعني العدد بشكل يعني بشكل دقيق ولكن يعني مديريات التربية كبيرة جدا وكثيرة جدا جميل لديك قصة تحمل عنوان الهاتف مغلق نعم يعني كتب لها سينان لهذه القصة وتحولت إلى العمل الدرامي قصير ممكن أن أيضا نطلع على هذا العمل نعم بمجموعة الثانية المجموعة القصصية عابر أحلام يعني هي مختلفة عن مجموعات القصصية الأولى والثالثة من حيث الأسلوب الكتابي التي طرقت فيه يعني المجموعة الجديدة هي تتحدث بمجاز لغوي وصور فنية أكثر من أنه الإسلوب مدرسة الكلاسيكية في السرد المباشر نعم كان من هذه القصص في عابر أحلام قصة الهاتف مغلق كنت تقريبا كل يومين ثلاثة في بداية إصدار هذا الكتاب أنشر على الفيسبوك فالفنان جلال رشدي أشار إلى هذه القصة وأعجبته وقال لي سأكتب فيها جلال رشدي ممثل أردني نعم ممثل أردني سيناريو وحوار طبعا هي عدة أيام وأنه بعث لي العمل العمل كان جدا متميز وجدا دقيق طبعا له تصوراته وله إضافاته على القصة نعم من خلال الإشارات ومن خلال الحركات لكن فاجأني بأنه يعني هذا العمل يحول إلى عمل درامي وكانت تجربتي الأولى وبداية الأولى وكنت سعيد جدا فيها جميل 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 نتمنى لك التوفيق ولمنتدى الجياد مزيد من الإنجازات الكبيرة والمشرقة والممويزة شكرا لك الكاتب والناشط الثقافي الأردني سامر لمعاني كل المحبة وشكرا جزيلا على الاستضافة أنا سعيد جدا بأني أكون مع حضرتك وأنت الشعر العربي القدير والجميل دائما نحن نحن صاحب الأخلاق العالية شكرا لقناة الرافدين ولجميع كادر البرنامج شكرا لك ولمنتدى الجياد جميعا شكرا لك كل الإترام كل محبة أعزي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم